القوانين يستفيد منها الجميع عمليا منطقيا وعمليا الكل يستفيد منها التركي والأجنب المقيت والأجنب الغير مقيت وحتى كمان الناس اللي معمدوا انفرسيين بدور طبعا لكن ولاك بعض القانون طبعا لكن بعض القوانين هي بتكون خاصة فقط للأجانب مثل قانون الأجانب والكماية الدونية نائحة الحماية المؤقتة والقرارات والتعميمات اللي تطلع وفق هذا القانون والنائحة هي بتكون خاصة فقط للأجانب السورية لكن القانون بشكل عام لقيت القوانين ليستفيد منها الجميع فبالتالي اليوم القانون مفتوح للجنب لكن وين عندنا الأشكالية وطبعا بعض الأحداث الأول من تموز احنا عم نركز على تك أربع نقاط أساسية أولها هو تخيط سياسة القانون أنا شخصيا كنت في قيصر بعد الأحداث ونشرطة نزلنا على قيصر وعدنا كمان كان من فريق نظل أسبوعنا سترجعته؟ هذا يعني نيوم أنا مشتبع مدى نحاق لي أروح في الملتقة وما في حارة طوارق أصلا لم يتم إعلان حارة طوارق لو تم إعلان حارة طوارق طبعا كل موضوع يحتاج إلى أزل وترخيص وإلى آخره لكن بما أنه ما في حارة طوارق فبالتالي يحقلنا أنه نحن نروح ونزور العوائل أندي هناك مع الأسف الناس ما لم يسترجي أنه تلجأ إلى القانون بسبب التجارب السادسة